السلام عليكم يا رب تكونوا جميعا بصحة وخير دايما جاءوا اول مرة تشوفوا قناتي فاضلا وليس امرا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد النهاردة بإذن الله هعمل معاكم رز بلبن في البيت بطريقة سهلة وبسيطة وكمان بالطريقة التقليدية بدون اي اضافات جديدة وكمان دون مكونات موجودة كلها في البيت يلا نسمى الله ونبدأ الفيديو ونشوف عملناها مع بعض ازاي اول حاجة هنجيب الحلة بتاعتنا وهنضيف فيها كمية اللبن اللي احنا حابين نعملها طبعا الكمية بتكون على حسب عدد افراد الاسر انا هنا ضفت اللبن وسبته عرض بتجاز لحد ما اللبن غلي معايا كويس جدا بعد كده جبت الرز بتاعي طبعا كنت غسلة من قبلها ومصفية كويس جدا هسيب الرز في قلب اللبن لحد ما الرز يستوي معايا كويس جدا ويبقى طاري معايا جدا خلاص كده هنا الرز استوى معايا وكمان طبيعي عشان الرز في النشا فهنا القوام كان تقل معايا تمام هنا هبدأ ان انا اضيف الفانيليا وبعد كده هبدأ ان انا ادوب النشا في مية برده وهضيف النشا وطبعا النشا بتكون على حسب الكمية وبتكون على حسب القوام اللي انت عايزايا خلاص كده ده القوام اللي انا عايزايا انا بفضل قوام يكون معايا تقيل شوية خلاص كده هرفعه من على النار وهبدأ ان انا اغرفه في الاطباق بالشكل ده كده عايزا اقولك عملناه بمقونات سهلة وبسيطة ما عملناهش بمقونات كتيرة وكمان طلع معانا حلو جدا جدا طبعا تقدر تستكفي الحد هنا وتشليه في التلاجة من بالليل كده لحد بكرة او تاني يوم بيطلع معاك حلو جدا جدا في منتهى الجمال حابة تشلي جزء في التلاجة على كده وتقدميه بارد تمام ماشي حابة انك تدخلي الفرن ياخد معاك لون برضو وتشليه في التلاجة ويتقدم بعد كده بيبقى حلو جدا 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 انا هنا هعمل نص الكمية في التلاجة سادة كده والنص التاني هدخله الفرن ياخد معايا لون كده من عايز اقولك الاتنين بيبقوا احلى من بعض والاتنين بيطلعوا معانا نكحين جدا جدا اهم حاجة ندخل الفرن كده على درجة حرارة عالية عشان انا عايزا ياخد معايا لون كده مش عايزا يفضل معايا في الفرن كتير وينشف معايا اكتر تمام كده اهم حاجة بس بنتابعه طبعا لو عندك سامنة بلدي عندك اشطاء بتحطيها على الوش قبل ما تدخلي الفرن طبعا بيساعد ان هو كمان ياخد معانا لون اكتر وكمان بتخلي طعمه ورحته احلى بكتير تمام كده انا هنا كل شوية بالف الطبق عشان مش عايزا ياخد لون من جنب ويبقى الجنب التاني لسه ما اخدش معايا لون فهم حاجة بس كده انتابعوا بالشكل ده كده عايز اقول لكم ان رحته كانت حلوة جدا جدا وكانت في منتهى الجمال اهم حاجة بس انتابعوا زي ما قلتلكو خلاص كده هو اخد معايا لون حلو جدا جدا عايز اقول لكم ان بجد كان طالع معايا حلو وفي منتهى الجمال وزي ما قلتلكو عملنا بمكونات موجودة في البيت يعني ما حطنوش عليه مكونات كتيرة بس في الاخر طالع معانا حلو جدا زي اللي بنشتري الجاهز واحلى كمان جربوه بالطريقة دي بجد هتعجبكم جدا وده كده الشكل انه هقلو الرز بلبن اللي عملناه مع بعض عايز اقول لكم تقول لها الدايب وفي منتهى الجمال والقوام بتاعه كريمي جدا جدا جربوه ان شاء الله هيعجب حضراتكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وكمان ما تنسوش تقولولي في التعليقات الوصفات اللي انا بقدمها لكم بتعجبكم ولا لا او بتفدكم ولا لا او ما تنسوش اللايك مع السلامة اشتركوا في القناة